اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجأ إلى حولك وقوتك ذا القوة المشهيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة فروض مادة علوم الحياة والأرض لمستوى أولى بكالوريا علوم جريبية أو علوم رياضية خيار فرنسية إذن باقي نحن ديما في الفرد سلسلة الفرد الثاني تصحيح الفرد الثاني اللي قلنا غنديرو فيه وله هو فرد خاص بالدرس الثاني واللي هو السكاتيغرافي والسوبديفزيون دي طن جيولوجي يعني قلنا علم الطبقات والتقسيمات دي الزمن الجيولوجي الآن وقبعد مما خدمت ربعات ديال الانتحانات والأربعات ديال التمارين سابقة اليوم عندنا تصحيح ديال واحد الفرد جديد اللي غنشوفه بالضبط غنشوفه الجزء الأول واللي هو استرداد المعارف ونبدأوا على بركة الله الآن ونبدأوا على بركة الله السؤال لول ديفينيغ لنسيون سويفانت فوسيل استخاتيغرافيك ودسكوردانس انجولار عرف المصطلحات التالية فوسيل استخاتيغرافيك مستحاتها استراتيغرافية ولا مستحاتها طبقاتية ودسكوردانس انجولار يعني التنافر الزاوي الانتحانات التعريف مغانا تقوم بشكل فيديو يعني نخد دام على واحد فيديو واحد اخر اللي غندير فيه جميع التعريف وان شاء الله يقدر يكون موراهد المقطع دا ان شاء الله يقدر نلوح ذاك المقطع ديال التعريف حاولت نجمع في اغلبية ديالتعريف الممكن يعني التعريف اللي ممكن تحطف الدرس هذا سؤال ثاني pour شاكوين ديالتعريف الممكن نمتع تحطف الدرس 1 كوشي لا او لغيبانس كوركت بالنسبة للاقتراحات اللي مرقم لنا من واحد حتى الخمسة غادي دير لنا علامة قدام الجواب واللا للاجواب الصحيحة إذا يقدر يكون عندنا جواب واحد صحيحة ولا يقدر يكون عندنا بزاف دي الاجواب الصحيحة عندنا لا او لغيبانس علوخ الاقتراح الول سي جدي ستغوش او 100 مليون اني إلساجي إلي قلت باللي واحد الصخرة عندها مئت مليون سانه الامر يتعلق الجواب الول ديالتعريف ديالواحد داتعريف 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 يعني اوح تعريف محدد ولا كنسمي او داتعريف يعني واحد تقريك اللي مضبوط ولا protector اخرى مثل ضروري یعني واحد تقريك اللي متلق إذا نتبعها في تظهر قمت اللي بentar د two of us جدي الانواع بالضروري متجد من الاقاظ شانا Cody اما اخرى اما تقريك اللي متلق وبعد contrast يعني انه بعتمي عن داتاتات غلاتيف كنقارن فيها الحويج يعني كنقول مثلا هالطبقة اقدم من هالطبقة ولا داتاتيون ابسولي كنعطي لاج اكزاكت كنعطي العمر بالضبط ديال واحد الطبقة اذا بطبيعة الحال هنا عطيت العمر بالضبط ليه هو مئة مليون سنة دونك اش من تأريخ عندي 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 وحد تأريخ اللي مطلق اون داتاتيون ابسولي دونك ردي نكوشيو لالتر دي لجواب ديال دي سوال تاني كالي لنم دي لامتود داتاتيون بازي سور لتود ديز المان غاديو اكتف شنو الاسم ديال لامتود التاريقة شنو الاسم ديال تاريقة ديال التأريخ اللي كتا تتمدين على ديالاسة العناصر المشاعة غاديو اكتف يموشاعة يعني وحد العناصر لعندو حد نشاط إشاعي واش اه لجيو كرنولوجي اللي يقنا تسلسل ديال احداث الزمنية الجيولوجية تسلسل زمن ديال احداث الجيولوجية ولا لغاديو ايزوتوبي يعني دراسة نشاط إشاعي ديال النظائر لزيزوتوبي مثلا الكاربون الكاربون 12 والكاربون 14 ولا لغاديو كرنولوجي الآن بطبيعة الحال الدراسة ديال التاريخ المطلق تتمدين على الدراسة ديال النشاط الإشاعي ديال النظائر ديال الزيزوتوبي واللي هو الاقتراح الثاني اللي هو الغاديو ايزوتوبي سؤال الثالث لا لكون استراتيغرافيك ولا هي الفجوة الاستراتيغرافية ولا الفجوة الطباقاتية اقتراح الول هاد الفجوة الطباقاتية يمكن تشكلينها غراس على السيديمنتاتيون يعني تقدر تشكلينها بترصوب ديالطباقات الرصوبية ولا اقتراح بي الشيئ الاستيراتيغرافية يمكن تشكلين هذه الفجوة الطباقاتية فا selنه velocidade للترصوب بالترصوب السؤال الاقتراح cortاني بتسجيل هذا الفجوة الطباقاتية و SEO الغاديو جميعها هنا ديالعوبات الرقاق بالispers einem تجوز من الأنواع الفجوات الطبقاتية. إما لدينا لكوة إيروسيون. يعني الفجوة نادجة لها على الحد. أو لكوة نادجة لها على توقف الترصب. إما لكوة ترجع وقع عندي تراجع بحري. إما ما هو بلزر فاكتورين بالبزاف دي العوامل. إذن هنا غاد نجاوب وغاد ننكوشيو جوج دي الاختيارات. والأختيار بي والأختيار سي. لأن الفجوة الطبقاتية تقدر تحدث لها بعد توقف دي الترصب. هنا تقدر تحدث لها فاشكي يكون عندي الإيروسيون اللي هو الحد. الإيروسيون دين أو بلزر ستخات. يعني الحد ديال الطبقة ولا بزاف ديال الطبقة. إذن غاد نكوشيو بي والسي. السؤال الرابع. الاستراتوتيب اي كاركتريزي بار. الاستراتوتيب كنا قلنا هو التشكيلة النماطية. هاد تشكيلة النماطية تتميز بي. خيار لول لابسانس دي فوسيل كاركتريسيك. غياب واحد المستحاتات مميزة بي. لاريسس هاد تشكيلة النماطية. يعني هاد تشكيلة النماطية تكون غانية بالمستحاتات الطبقتية المزيانة. يعني كيكون عندها واحد العمر محدد. والسي. لابسانس دي دي فورمسيون تكتونيك. يعني كيكون عندي التشوهات تكتونية. كيكون عندي مثلا طيات. كيكون عندي الفوارق. على وقفاش كنت شرحت لكم الاستراتوتيب. كنت لكم اودي هاد تشكيلة نماطية ولا هاد الاستراتوتيب. كي ممكن تكون ليا غانية بالمستحاتات الطبقتية. بالفوسيل استراتيغافيك. وكيكون غياب غياب لديفرمسيون تكتونيك. يعني ما كيكونوش عندي التشوهات التكتونية. وبالتالي الجواب اللي عندنا صحيحنا في السؤال الرابع هو الاختيار بي. لاريشيس ان بون فوسيل استراتيغافيك. استراتوتيب تيكون غاني بالمستحاتات الطبقتية. سؤال الخامس. سواء الشيما سوي ما يكبرون هو الفوسيل الذي تعتمد مسره مع التريف بناء هذا يوجدها على قصص الشتراتيبي هذا الرسم التخطيطي وصلنا ثلاثة المسيحات المستحات A المستحات B المستحات C فلنظرنا السفل بين هذه المستحات التي تصدر بالمصاريب أن المستحات الاستراتيغرافي المستحات الاستراتيغرافية المستحات الطبقاتية قلنا ديجا قلنا اشرحنا المميزات دي المستعدة الطبقاتية ولي قلنا جوج دي الحوايج اساسية عندهم واحد لديوغيدو في كوخت واحد مداد العيش اللي قصيرة وعندهم واحد للمتداد زغرافي شاسي عندهم اكستنسي جيوغرافيك اور مداد العيشور من الموجزة الدdoor Newjun에는 اساسية المنطقة الصغيرة أikalين صغيرة living on the red debate الأول نستوى الاختزام sint او المشيغرافي نسيجير措ف بالأول من الذي هنلللك اجرتها على نولات التواصف ايضا عبارة التواصف ايضا عبارة التواصف ايضا عبارة التواصف долларов المستحاة السي. بطبيعة هذه كلكم كتعرفوها. ولا يمكنك تعرفها رادارو ورخص كتعرفها هذه المستحاة هذه المستحاة المستحاة السي. اللي قلناه تميز لنا لاغ سقونداغ عاشلية في الحقبة الثانية. اذا كنت نلقىها لهذه المستحاة السي. اذا احنا قلنا طبقة السي. المستحاة السي. اللي بغينا نعرف وشكن أحنا بيننا نعرف لم mı بين هذهه ل vapor? قالنا هذا المستحادة الطبقاتية عندها موجودة الخصائص. أنها عندها مدة العيش دياختيVO قصيرة. وبالتالي ما مل صرح gods bulwf ha ت dijiste애fs لестريبها في طبقها واحدة. من بعد قلنا مع انتدان جغرافي شاسع. يعني ن让 طبقها في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة في هذا المنطقة. وعن نماع في جميع مناطق المدروسة, مفهما؟ وهو الشي اللي حقل ل PRIME المستحاة لنا في هي اللي خلصي ندور عليها واللي هي مستحاتها طبقاتية. علش قلنا الجوج دي الاسباب لانها عندها واحد الانتداد جغرافي شاسع كاللقاء في جميع المناطق. وعندها ايش عندها واحد المدد العيش ديالها اللي قصيرة واللي هي اللي كتبليها جليا هنا كتبليها مزيان هنا يعني كاللقاء غير في هاد الطبقة السي. وبالتالي هاد مستحاتها كنقدر نرخبها هاد الطبقة السي. نقدر دابا نقول مباشرة بلي هاد طبقة السي. رهت شكلت لي في الحقبة الثانية. فلاغ سيقندير. نقدر دابا نعطي عمر دي لها الطبقة السي. لان انا عندي الامونيت. عندي هاد مستحاتها اللي عاشت لي فيها. اذا هدي نقوش شوال السي ولي هو مستحاتها طبقاتية. سؤال تالت. رليه شاك انترى او التعليف جديد من التعليف جديد من مبادئ استغلاققاتي جديد. هذا ييدنا حديث. يعني العاني نحن نعطي عمر دي لها تهم كل مقترح من تارف جديد من المبادئ لستراتيغرافية. نحن نعطي البعلك لإعطاء ترجمة نانسي قنقر يجب أن يكون أكثر من الأولى لذلك يجب أن يكون هناك إضافة بقايا الصخرة لذلك يجب أن يكون هناك طبقة التي يكون هناك أكثر من طبقة إذا كانت هناك أكثر من طبقة أكثر من طبقة هذا يسميه مبدأ التدامن والإنسبة للإنكليزيون إذا سوف نقوم بإختيار 4 يعليش بات dignity اذا كان قنقنا بقي الشغل المحوظى ثالث فى بَتخبتку هذا يسابه أما اضافة الهائج ثالث forever التي يل Bouleدل التي يوجد المشفين أنهم ي أكثر من أجد سوف يكون أقدم من الأخرين ولكن لا يجب أن يكون لدي شي تشوه يعني سوف يكون لدي نفس الترتيب الذي كان لدي في الأول الترتيب في الأول ولي هو ترتيب أفقي وطبيعة الحال هذا هو مبدأ التراكب الذي يقول لنا طبقات التي يكونوا التحت يكون أقدم من طبقات التي يكونوا الفوق لذلك سوف يربطها مع اختيار الثالث بالنسبة للسي كل فرمات أو تركتور أو أفنمات التي يتركب في الأخرين يكون أفضل 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 ولي هو يقول لنا زي ما إذا كان لدي شي تشكل أو شي بنية أو حدث أو حدث الذي يقطع لي شي حدث وحد أخر يكون أحدث منه متابعة الحال هذا هو مبدأ التقاطر يقول لنا شي حدث جيولوجي إلا كم يقطع لي الطبقات فرا هذا الحدث جيولوجي يكون أحدث من الطبقات والأختيار الثالث والمام كوش على المام آج على كل سنة تند يعني واحد طبقة يكون عندها نفس العمر على توقع الامتداد ديالها كامل وطبيعة الحال هذا هو مبدأ الاستمرارية الامتداد ديالية الامتداد ديالية وطبيعة الحال لعرفة الحال مع المام آج وطبيعة الحال الرحلة وصلنا للنهاية من هذا المقطع لا تقوم بإزالي ما زال إن شاء الله قوانينا التعارف ونعمل ثم نعمل ثم نعمل ثم نعمل نعمل ونعطينا مما يتجاهز ونعمل مجروري ونعمل نعمل في الدرس الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته